اهلا بكم مشاهدين الى موجز لهم الانباء اصيب عشرة مواطنين على الاقل بينهم اصابات خطيرة بانفجار قنبولة يدوية جرى رميها بعد خلافات شخصية وسط سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر محلية اليمن شباب ان الخلافة الشباب بين مسلح واخر قبل ان يرمي احدهما قنبولة يدوية نصيب على اثرها عدد من المتواجدين في سوق الاسماك نظمت عدد من نساء تعز وقفة احتجاجية اليوم الخميس للمطالبة بالضغط على ميليشيا الحوثيين الارهابية لرفع الحصال عن المدينة وفتح الطرق الرئيسية المؤدية الى المحافظة تنفيذا للهدنة الاممية ونددت النساء اللواتي تجمعن جوار صالة عصاج في حي الشماسي من حياز الامم المتحدة والمجتمع الدولي للميليشيا وعدم ايدانة حصارها على المدينة والذي ضعف من معاناتهن أقام رسام الكريكاتير اليوم السامعي رشاد أو الرشاد السامعي اليوم الخميس معرضا فنيا يتناول معاناة مئات آلاف المواطنين جراء حصار ميليشيا الحوثيين الارهابية المفروض على تعز منذ أكثر من سبع سنوات المعرض الفني الذي يقيم في عقبات مونيف الجوار المنفذ الشرقي للمدينة والمؤدي إلى جولة القصر والحوبان احتوى على سبعين رسمة كريكاتير شكلت تظاهرة فنية معبرة عن المعاناة والمأساة الإنسانية جراء الحصار الحوثي الذي تشهده المحافظة قالت مصادر تربوية أن ميليشيا الحوثيين الارهابية بصنعاء منعت فتح مدارس تحفيظ القرآن الكريم ودورات التقوية الصيفية باستثناء دورات الطائفية التي تنظمها بهدف غسل عقول الأطفال قبل الزج بهم في جبهات القتال التابعة لها ووفقا للمصادر فنية الميليشيا منعت مدراء المدارس من فتح المدارس لإقامة أي دورات صيفية لتدريس المنهج الدراسي أو لتحفيظ القرآن الكريم والتي اعتاد الأهل إلحاق أبنائهم بها خلال الإجازة الصيفية بهدف إجبار أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم للدورات الطائفية الحوثية طالبت رئيسة المنظمة الأورومية لحقوق الإنسان المحامية بكر جبريل عرفات طالبت ميليشيا الحوثيين الإرهابية باحترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين الإثيوبيين في اليمن جاء ذلك في بيان لها على خلفية اختطاف ميليشيا الحوثيين نحو 22 لاجئين إثيوبيا أثناء قدومهم من مدينة دمار لمدينة صنعاء وفرضت على كل واحد منهم دفع مئة ألف ريال يمني للإفراج عنهم من السجون أو نفيهم في نهاية المجازل اللقاء